هوي بريس نحو إعلام هادف الإبراهيمي المصري هي بجمال الدين من أهم الباحثين الآن في الإبراهيمية في العالم ومرجع لا ما فر منه لأي واحد يدرس أو يبحث في الإبراهيمية فعنونت أحد أهم كتبها وأدعو المهتمين بالبحث عنه لأنه دراسة أكاديمية الوحدة من اللي كان قلع لهم المعلمين الإبراهيمية فعنونت الدبلوماسية الروحية الإبراهيمية العنوان الجديد للاستعمار في القرن الواحد والعشرين الدبلوماسية الروحية الإبراهيمية العنوان الجديد للاستعمار في القرن الواحد والعشرين هذه هي الإبراهيمية في الحقيقة وهي بحثت وغيرها بحث ولكن هيبا جمال الدين أبحاثها أكاديمية يعني مشهود لها بمرجعيتها عادت إلى أصول نشأة الإبراهيمية من البيت الأبيض أي من القرار الرسمي الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية والبينتاغون ربما في 13 كان حديث عن الإبراهيمية لا لا من 1990 من 1990 وطلع مغناش ندخل في التفاصيل وإلا فيها تفاصيل مهمة حول أسئلة البداية المؤسسة ومراكز الدراسات والجامعات ومراكز البحوط الأساسية والتي كما تعلم تصرف فيها المليارات ميزانيات دول تخصص لهذه الأبحاث ما نبهها لأنه يقف دول كبيرة ومراكز دراسات كبيرة وكيتبنوا فكرة وكيدخلوا على ملاير الدولارات وكيجيبوا لنخبة ديال المفكين والمتقافين لا يقين أنها تكون إنجازات على أرب الميدة طبعا لن أردت لك السؤال لأن كثير من المسلمين يقول أن القرآن حسم هذا الموضوع قال الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيمه يهوديا ولا ناصرانيا ولكن حالفا مسلمة وما كان من المشركين إن الدين عند الله الإسلام لا تقول أنت تقول المسلمين لكن محسوم بمعنى ماذا محسوم عندنا نحن المسلمين لكن ما معنى محسوم عن المستوى الدولي وفي إطال لا تنظر المسلمين قناعتهم بالإبراهيمين لا ولكن قناعت المسلمين ولكن ماذا تقول الآن في كل هذا الاختراق الحاصل حتى أنه أصبحت الإبراهيمية يعني سنأتي إلى تفاصيلها نعم ومن غرائب الصدف أن هيبا جمال الدين التي نتحدث عنها كتبت وتقول بأنها التقطت رأس الخيط حول دراساتها من المغرب كانت في زيارة للمغرب ولاحظت مظهرا من هذه المظاهر وانطلقت منه لتكتشف كل هذا العجب هذا المظاهر هو مظهر في الزاوية القادرية ومن هنا سنعود إلى ما معنى الزاوية في هذا المخطط وما معنى الاستثمار في الزاوية وما معنى كل هذه المظاهر التي نلاحظها في الزاوية عندنا وحتى في بعض البلدان الأخرى إذن قلنا بأن هذا موضوع مفكر فيه وراءه استثمارات كبيرة وراءه قوى عظمى وعلى أسهم الولايات المتحدة الأمريكية ومراكز دراسات ومخابرات وقرار سياسي كيف نقول هدف سياسي؟ وقرار سياسي سنأتي إلى الهدف قرار سياسي وليس أدل على ذلك من عنوان آخر في الإبراهيمية كالمشترك الإبراهيمي الذي سنأتي على تفكيكه وتحليله وهو ما يسمى بلجنة المئة لجنة المئة هي لجنة مئة عضو خمسين في المئة فيهم رجال دين وخمسين في المئة أي خمسين شخص وخمسين شخص خمسين شخص رجال دين يمثلون كل طواعف في الديانة الثالث الإسلام والمسيحية واليهودية بحيث الحرص على أن تمثل كل طيارات وكل طواعف وكل المذاهب والتوجهات بحيث أنها تلقى واحد إذا لم يكن من الإخوة المسلمين فمحسوب عن الإخوة المسلمين واحد من السلفية واحد من المتصوفة وطلقى من طواعف في المسيحية واحد كذا تغنيت البوديين مثلا كل شيء لا هذه الديانات الثالث إذن خمسين يمثلون مختلف توجهات في المذاهب داخل الديانات الثالث وخمسين رجل ديبلوماسية تابعين لوزارات الخارجية الأمريكية عن الجانب السياسي در ولكن لجنة المائة تشتغل يشتغلون كل مضاقين في الدين السياسي والديبلوماسي والقرار وتصرفه على مستوى العالم وهذه اللجنة اشتغلت أول ما اشتغلت انشئت ثم اشتغلت وورثت منذ عهد هيلاري كلينتون كوزيرة الخارجية لجنة المائة تأسست تحت رعاية وإشراف هيلاري كلينتون وقتها وفيها رجال دين من الديانة الثالث من مختلف التوجهات وفيها رجال ديبلوماسية تابعين لوزارات الخارجية لدراسات وصنع القرارة ودراسات أعطيت لمراكز أهم مراكز دراسة العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية في هارفارد في فيرجينيا في كولومبيا في إلى آخره هذا كلهم عندهم مراكز دراسة متخصصة في الإبراهيمية وتناقش الإبراهيمية وتصنع القرار لصانع القرار تصنع تبلوره وتحضر القرار لصانع القرار في الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض وفي الخارجية والمستوى الأسكري في البنداغون هوية بريس نحو إعلام هادف